أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يقلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيثان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال لغيت شديب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علم إلا تسأل الله له به طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرى به نتبه حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت للمروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فقال اليهودين إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي الزنات عن أبيه عن خارجه يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حدثته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنف عن الوليد بن عبد الله بن أبي المغيس عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضى فأمسكت عن الكتاب فذكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ الأسبوعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق حدثنا نصف بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حمط بن قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديث فمحاها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الحزاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي تعيد الخدري قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يغال له أبو شاك فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا لأبي شاك حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمر ما يكتبوه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد وحدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيا حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم القطعي حدثنا أبو عمران عن جنجب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أصطأ حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثها أعاده ثلاث مرات حدثنا محمد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصل فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين فلما قضت صلاتها قال ألا تعجب إلى هذا وحديثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحطاه حدثنا سليمان بن داوود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاد أن عروة بن الزبير حدث أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي صبحتي ولو أدركته لرددت علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسعد الحديث مثل فردكم حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغروطات حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرأ حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمر عن مسلم ابن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتا وحدثنا سليمان بن داود أخضرنا ابن وهو حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمر عن عمر بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضي عبد الملك ابن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أبتاه زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن رسد في غيرك فقد قال وهذا لفظ سليمان حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماذ أخفرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكثم ألجمه الله بإجام من نار يوم القيامة حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم حدثنا موسدد حدثنا يحيا عن شعبك حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيت عن زيد بن سابك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرئا سمع مننا حديثا فحفظه حتى يبلغه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل يعني ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حاج حدثنا محمد بن المسهر حدثنا معار حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يسبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سريد بن نعمان حدثنا قليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد اليسار عن أبي هريرة قال قال أقول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني ريحة حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مصر حدثني عباد بن عباد الخوّا عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن عمر بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار حدثنا مصدد حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلّب مزياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الفضيق الناجي عن أبي سعيد الخضري قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستثر ببعض من العلم وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم قال فجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر طعاديك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنيائنا بنص يوم وذاك خمسمائة سنة حدثنا محمد بن المسنة حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعفق أربعة من ولد إسماعيه ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العقب إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعفق أربعة حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى خولك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية فرفعت رأتي فإذا عيناه تغلال